اشتركوا في القناة وهن في اشواق شديدة ينتظر المنقذ المسيح المخلص الذي يأتي لكي ينقذ ويخلص ويحرر الشعب من حكم الرومان كيف ان يفكروا ويقودهم الى الحرية ويكون هو الملك على حياتهم وهذا منشوفه في عدة محلات ان كان في بداية ميلاد المسيح لمن يعني بتنبأ اشعية ولمن بشوفه الرعاة هذا الامر ولمن بشوفه الاخرين هذا الامر ومنشوفه في عدة محلات كمان وقت المسيح لمن اشبع الجموع ارادوا ان يعلنوه ملك لكنه رفض ومنشوفه حتى بعد قيامة الرب يسوع بين الاموات في اعمال واحد قبل الصعود لمن زي ما حكي الاخ السان حد الماضي قالوا له التلاميذ كان برأس ان هذا الفكر هل يرب في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل ففكري اليهود كانوا احنا بدنا ملك ييجي يملك علينا وهو يعطينا الحرية الكاملة ومازال الشعب العبري الى هذا اليوم ينتظر المسيح الذي يأتي ويملك ملك اسرائيل ولم يعلموا انه جاء قبل الفين سنة لكن يسوع يفاجئ ويصدم هذا الشعب والتلاميذ في هذه الاعتعاليم اللي كانت صادمة الهن اللي قال لهن طوبة لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعونه شو سلام ما سلام احنا بدنا واحد ييجي يعمل ثورة ويعمل انقلاب ويحررنا من سلطان الرومان جاي تقول لي سلام يعني فكان الاشي فيه تحدي كبير وعمل صراع في داخل الشعب وداخل التلاميذ لدرجة ما قدروش استوعبوا انه رسالته انه ييجي ويموت على الصليب عشان يصالحنا مع الله الاب ويصالحنا مع بعضنا البعض اليهود والامم ويصالحنا مع انفسنا بدن صليبه وهذا الامر مع انه يسوع خبر انه راح يموت وراح يصلب وراح يقوم سبع مرات في الاناجيل موجودة لكن ما قدروش استوعبوا لانه حطوا فكر على صورة تانية بنوا عليها كل افكار وزي ما قلتلكو حتى بعد القيامة ضل الفكر موجود مين بدي يملك عن يمينه ومين بدي يملك عن يصاره زي ما اجت ام يوحنى ويعقوب ومين اللي بدي يسود ومين بدي يتحكم الرب قال لي ملكوتي ليس ملكوت ارضي لكن ملكوتي هو ملكوت سماوي مرأة الفين سنة احنا اليوم عايشين في نفس البلد اللي عاش فيها يسوع شوف الامتياز اللي لنا وعن من صارع تقريبا نفس الصراع اللي اتصارعوه التلاميذ في ذاك الوقت عايشين في وسط بلد تكتر فيها الحروب والصراعات والتخاصمات والمنازعات تكتر فيها العنصرية على جميع اصعدتها من كل الطرفين انشقاقات احزاب طائفية ان كان وسط اليهود ببعض وان كان وسط العرب واجتمعنا العربي ببعضه بش حاجة افصل اكتر الصراع المتواصل موجود كمان ما بين اليهود وبين الفلسطينيه سواء كانوا في غزة او في الضف الغربية والصراع ما بين من هو الظالم ومن هو المظلوم مين اللي علي الحق ومين اللي معه الحق ومين هو صاحب الحق ومين هو صاحب الارض الصراع خمس وسبعين سنة صلى الدولي تقريبا والصراع قائم وراك انه رجعنا لنقطة السفر في خضم الاحداث اللي احنا بعدنا موجودين فيها اليوم عم بيحكوا على وقف اطلاق النار بس ايش بقولك يمكن ما واقفش بتعلق مين بدي يختم ومين بديش تختم تلعوا اطنين على الشجرة بيش عارفين ينزلوا وإحنا في صراع في هذا المجال ومنصلي انه الليلة تكون اخر ليلة باسم يسوع رب ينقف هذا الصراع ويهدئ الأجواء والأوضاع اللي احنا اللي موجودة ما بين اسرائيل وبين الغزة وكمان ما يفتح الجبهة جديدة علينا من الشمال منشوف في وسط هذا الامر وقتها لمن يسوع حكي هذا الكلمات ما كانتش الميديا شغالة زي اليوم لكن منشوف الميديا قدش لها تأثير هائل في ترويج وتهييج المشاعر والعواطف من فينا ما غضبش من فينا ما اديقش من فينا ما كانش لو انه هاي بدي أكسره وابدي أفسر شو أعمل فيه ومن فينا ما أجالهوش يعني صراعات غضب وصراعات هيجان بسبب الظلم والألم والأوجاع اللي شفناها من كلا الطرفين يمكن طبعا الطرف الغزة أضعاف بكتير من ما يحدث بالطرف هون لكن كلنا بشر ومن نتألم ومن نتصارع وسط كل هذا التحدي بين من هو ظالم ومن هو مظلوم والميديا لها دور كبير والذي يحدث أن الميديا تأخذك والوضع يأخذك مثل عصفة التورنيدو أنك أنت لازم تحط حالك في خاني من الخانتين ومن مع هؤلاء ضد هؤلاء ومن مع هؤلاء ضد هؤلاء وكأنه إذا لم تحط حالك مع هؤلاء ضد هؤلاء وفوتوك في وضعية لأننا كأولاد للرب لا يجب أن نكون فيها لن نحن دورنا أن نكون هناك ويقولون أنكم ساكتين لا نحن يا جماعة لا نحن ساكتين لن نحن نحن لكن كوننا أبناء لله لازم نعرف أن دورنا الرئيسة أن نكون صانعي سلام كوننا أبناء الله دورنا الرئيسة أن نكون صانعي سلام وسط شعب وسط عالم يبحث عن السلام فكرة كل يهود بيحبوش بدينش سلام فكرة كل عرب بدينش سلام نحن وسط عالم ينشد السلام أكم غناي للسلام وسط عالم يصلي لأجل السلام كل الفئات والطوايف بكل أجناسها بتصلي لأجل السلام وسط عالم يترجى ويرجو السلام ولكن هل من سلام نحن عايشين هون ندر نقول وفيش سلام برد أشعياء النبي في أشعياء 45-22 بقول لا سلام قال الرب للأشرار طب مين هن الأشرار قولي مين هن عرفني مين الأشرار هدول هدول لا 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 مش عبقوا لك مين هدول ولا هدول نحتاجين ما ننسى أن العالم كله قد ودع في إيش في الشرير العالم مليان شر لأن رئيس هذا العالم هو الشرير إبليس وإحنا بنعيش في أيام شريري والمسيح سبق وقالنا راح تكون أيام هائجي ملياني بالمتناقضات ملياني بالصراعات ملياني بالهيجان زي العاصف البحر الهايج وبصير الصح غلط والغلط صح وبتبطل نميز شو الصح وشو الغلط وهون الخطورة أنه إحنا نضل ونضيع عن طريق الرب اللي هو دعانا إليه نعيش وسط أجواء مشحونة بالكراهية كراهية زادت أضعف البغضة رفض الآخر أجواء مليانة بالظلم والقتل والدمار وبلادنا مشحونة بشكل هائل بهذه الأجواء مش بس إسا عشان قامت الحرب أنتوا نسيتوا أن السن الماضي كلنا عانينا طبعا بالكورونا يعني هاي بونوس إسا عشان خلصنا كورونا جديد أجانا يعني زي بيطلع لك واحدة والتاني ببلاش فبيطلع لك كمان صراع عشان أنت تضامن مع العالم البعده على الآن بالكورونا بس غير هذه إحنا شعبنا العربي قديش عانى من العصابات اللي بتؤتل أكم واحد إن قتل شاب وشاب وصبي إن قتلوا مرة إن قتلوا إن قتلوا وسط بسبب عصابات اللي معها أسلحة ومعها مخدرات ومعها تجارة أسلحة وبتصفي هذا وبتصفي هذا وهذا وبتصفي هذا والخطيئة تستشري في وسط مجتمعنا الجريمة والقتل والأسيان والعصابات ومنتشرة بشكل هائل ننسينا لأنه بيجي شغلي بتدفيش تغليفة إحنا شعب قصير الذاكري بدغر بننسى لماذا؟ لأنه قد ما في أكشن فشغلي بتنسينا إيش كان قبل أو إيش نفطنش فيها ميش ننسيها بس لما قولكم بتذكروها نحن نعيش في عالم يسود عليه رئيس ردي قال عنه يسوع رئيس هذا العالم يأتي إلي وليس له في شيء وقال عنه بولوس رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية بيعمل في أبناء المعصية العيصين في عصيان عن الله وبيعمل فيهن بيحمي هدول وبهيجن وبحمي هدول وبهيجن وبخبطن البعض هذا اللي عم بحدث روحيا هناك قوات شيطانية مسؤولة عن ما يحدث في هذه الأجواء اللي إحنا عايشين فيها وليس نفهم المعرك الروحية اللي بتحدث واللي حادثة واللي عم بتصير ولازم نعرف إنه ليش بالذات هذه البلاد يؤدي فيه صراعات بينما مطلع بالنرويج في الصراعات قبل اليوم حكيت مع الاسيس بولوس قلت له حابة إذا يعني نفلس نبعط لك صاروخين لعندك تتسلى نعمل نعمل أكشن قال الأرض وصيعة عندنا بطب بره مش رح يقتر فإبعت مش مشكلة إحنا أرض صغيرة إيش بتضرب بتصيب يعني ما سبط شون سبط هون والإش بضحك إنه العالم حتى بنكت وسط الأزمة بعتوا لي فيديوهات تنين طبط في الطيبة الصاروخ طبط طيبة فبعتوا للبضرب الصوريخ في غزة عمي غيرت عيارك غلط ضبط العيار إيش عن الشكل يعني إيش غريب يعني طلع إحنا وإيش وإن بإيش أو ممكن إني بفرش عن الوضع في هذا في هذا الأمر المهم إحنا محتاجين نحافظ على هويتنا الروحية كأبناء لله ونكون معين شو دورنا شو مكانتنا وننتبه إنه الأشخاص إذا بسمح للكراهية والشيء العصبية والغضب والثوران والرفض يملأ قلبي أنا بعطي مكان لإبليس في حياتي فأنا في خطر روحيا لأن كل شخص يشجع الكراهية والأتل والإرهاب والإغتصاب ورفض الآخر هو ليس من أكباح يسوع ولا لا هو ليس من أبناء النور حتى لو كان عنده بن أسين مركز ديني تعرف ما قال يسوع للفرسيين لكل وقت نزدين وراء وراء ما يعملوا يقوموا فيه يقوموا فيه يقوموا فيه ينقضوا تعليم وشؤال في يحنى 8-44 أنتم من أبن أب وهو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا ذاك كان قتال للناس منذ البدء أنتم من أب هو إبليس لم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق عن إبليس فكل شخص ليس صانع سلام كل شخص يحرد على الكراهية والقتل والتقم وصنع الشر هو ليس ابن لله هذا واضح لماذا؟ لأنه عشان يكون ابن لله لازم يكون موقف فيه صنع سلام وهناك بركة لهدول اللي يصنعوا السلام على فكرة صنع السلام أنت تدفع ثمن أغلب كتير من هذا الطرف أو هذا الطرف لأنك لا بقبول على هدول أو مقبول على هدول لكن أنت بتدفع الثمن وهذا العمل والمسيح لما نصنع سلام مع الله ومعنا سأحكي كمانا بقبول على هدول البركة البركة لأنني أدعى ابن لله لأنهم أبناء الله يدعون إذا أنت ابن لله كل ابن يشبه أبوه إذا أنا أشبه الله وابن حقيقي للرب لازم أعمل مثل يسوح دوري أمشي بصفات المسيح بشبه المسيح حتى أكون ابن لله يعني بمعنى عربي بسيط منفعش أكون مؤمن وقلبي مليان قراهية وحقد على الآخرين مش مهم كانوا يهود أو عرب فلسطينية أو أمريكان أو أي شعب آخر أو حتى شخص جارك أو جارتك إذا حدا بده يحط في قلبه عجرانه تعالوا له عندي حالتنا متعلمنا الصبر كيف نكون في صبر وكيف نحتمل وكيف نحب ونقبل حتى لو قعدنا جمعتين يتقاتل على صبت زبالي منفعش أقول أنا مؤمن وقلبي مليان حقد وكراهية وأعطي مجال لهذا الأمر يدخل في قلبي إحنا ثقافتنا المسيحية مش ببنية أحب على القتل والكراهية والإرهاب وسفك الدم والجهاد إحنا ثقافتنا مبنية بكل بساطة على المحبة والتسامح وقبول الآخر وأن أصنع سلام مع الآخر هذا مسيحنا هذه مسيحيتنا وهذا تعليمنا فلما إحنا نبشر بالسلام نعيش السلام نصنع السلام نؤثر بمواقفنا على الآخرين حتى لو هناك ظالم في ظلم نعم في ظلم في تعدي نعم في تعدي لكن بتصرفاتنا هذه نثبت للعالم أننا فعلا أبناء الله أعطيكم مثال في واحد من القبائل اللي كانوا أكليه لحوم البشر أجعله بعد عدة سنوات على مؤتمر من المؤتمرات مع واحد شاب صغير من المبشرين اللي بيبشره وقف يحكي اختباره وأول موقف يحكي اختباره هذا الشخص اللي آمن من هاي القبائل قال أنا أتلت أبو هذا المبشر أول ما أجى وبعد فترة هذا ابنه أجى عشان برضو يبشرني في المسيح مع أني أنا قطلت أبو جاي بروح غفران وتسامح ومحبي وجاي يقدمني رسالة خلاص قال لي لما شفت موقفه بهذه الطريقة هذا الموقف أضطر في قلبي ولمس حياتي قلت حقيقة هذا معناته ابن لله أنا بدي أمن بالمسيح وبالرب اللي هو بيأمن فيه هيك بيكون إنسان بيقدر يكون صانع سماء فيه ثمن بيندفع لمن يصنع لمن يصنع سلام لما أنا بواجه الشر بالشر عين بالعين وسن بالسن رح يصير فينا زي ما عم بيصير السفترعان عالتين بتقاتلوا من عدة سنوات من سنتين هذا بقتل لهذا وهذا بقتل هذا وهذا بقتل هذا أنا يوم الجمعة كان عندي كليل قبل أسبوع فتت خمس أم بولوسات وعم بلبسوا ضد الرصاص قلت الله يسطر طيارات هالوكوبتر تطير حول البلد من البولي شيء مرعب يعني فتت وطلعت وبعد ما طلعت قلت منيح أن الله نجاني قبل ما يقول عجل روح قبل وعجل لكليل ساعة حبا انتبهوا صانعي سلام بجسده نموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الانثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ياما معهدات سلام عملت ونقدت إن كان باسم الدين وإن كان باسم السياسي لكن عهد الرب اللي عمله معنى بالمسيح هو عهد ثابت لا ينقض أمين لأن هذا العهد الرب صنعه بدم صليبه أول شيء المسيح صالحنا مع الآب بموته على الصليب صالحنا مع الآب صرنا نقدر ندخل إلى عرش النعم بكل ثقة ونقدر نقول يا آب الآب من زمان ما كانوش يقدروا يذكروا اسم الله الآب لكن يسوع علمنا قال صلوا أبانا الذي في السماوات صلحنا مع الله الآب والثمن دفع المسيح على الصليب هو دفع ثمن أن يصنع سلام تاني الشيء المسيح نزع العداوة نزع العداوة بين الأمم وبين اليهود نقضى الحائط المتوسط أي العداوة صاروا الثنين في نظر الرب واحد بطل في فرق بين يهودي وأممي بطل في فرق بين رجل وبين إمرأة بين عبد وبين سيد لكن الجميع متساوين في نظر الرب بين إمرأة وبين رجل متساوين في نظر الرب بعدين صالحنا مع أنفسنا صالحنا مع أنفسنا في ناس متقاتل مع حالها تحكي معاه بقاتل في حاله في صراع من جوه الرب يحل بسلامه في قلبك في قلبك الرب يعطيك سلام الرب يعطيك راح يعرف أنه مسيح حبك وأنت في العداوة وأنت بعيد فكان بالحري وأنت ابن هو بعد ذلك يحبك ما حبته تتغيرش إذا اليوم عامل خطايا ولا مش عامل خطايا ما حبته ثابتي لأيلك كل إليك هو جاي يعطيك هذا السلام ما يقدرش نعطي سلام ونصنع سلام إذا إحنا مش قادرين يتمتع في قلوبنا بهذا السلام قال أشعياء 52 سبعة ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام وقال في أفاس الست حاذين أرجو لكم باستعداد إنجيل السلام وقال في عبراني 12 اتبعوا السلام مع الجميع وقال في كلوسي 3 وليملك سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد احتجينا نطلب الرب يجيب السلام صراع العالم كله موجود ليش بلادنا فيها صراع أنا في شغل فشأت عنها بدأ أقولها لازم نعرف إنه إحنا إلنا دور هاي البلاد إلها دور كتير قوي في أحداث آخر الأيام وأكتر بلد إلها دور في أحداث آخر الأيام هي أورشاليم القدس لأنه ضد المسيح يريد أن يستعلن فهو عم بحضر الأجواء الروحيا هذه المدينة اللي بكى عليها يسوع قال لو علمت ما هو لسلامك لكن هذه المدينة فقدت زمان الافتقاد أجا رئيس السلام دخل بيوم الشعنيني بيعلن أنه هو الملك وصلنا مبارك الآتي بإسم الرب لكن رفضوه كيف تطلب سلام لما بيجي رئيس السلام بترفضه فانت فائدت ورفضت السلام وإلى اليوم ما زالت هذه المدينة رافضة للسلام مدينة السلام ترفض رئيس السلام صلاتنا رب يفتح عنين اليهود يفتح عنين المسلمين ليعرفوا أنه ما في خلاص إلا بالمسيح يسوع رئيس ورب السلام اللي دفع هذا ثمن هذا السلام وين في القدس مات من أجل الجميع حتى وقام من بين الأموات ليعطي حياة يعطي حياة لكل من يؤمن به ينال بإسمه كفران الخطايا ليس بأحد غيره الخلاص ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص أنا بصلي وسط هذه الصراع اللي عم بدور والقراهية والأرواح الشيطانية بتعمل يعلن المسيح ذاته لكاثرين من هون ومن هون ويعلن أنه ما في سلام ما راح ينعمه بالسلام إلا لما يتقابله مع رئيس السلام رب السلام يسوع له كل المجد له كل المجد شو دورنا إحنا كمؤمنين دورنا نكون مثل يسوع دورنا نشبه كأبناء نشبه أبونا أن نكون صانعي سلام طب كيف ده أعمل أنا عشان أصنع سلام أول شيء محتاج حكمة من الرب يا رب أعطيني حكمة يا رب أعطيني حكمة الملك سليمان لما من الرب قال له أطلب ما بدك لا طلب غنى ولا جاه ولا سلطان لكن طلب حكمة حتى يقدر يحكم بالحق وسط شعبه والملك الحكيم هو الملك الذي يصنع سلام الملك الحكيم هو الملك الذي يريد السلام لشعبه وليس الملك الذي يريد الحرب والضمار والقتل لشعبه يجب أن ننتبه أننا نحتاجين أن نكون حكماء ونقول له ذاك الوقت وليس الملك وطلبت رحمته وطلبت سلام معه وطيبت قلبه وامتصت الغضب الذي كان عند داود مع 400 رجل بهذه تصرف الحكيم قدرت تنقذ جوزة وعيلتها من الهلاك هل نحن نقدر ندفع ثمن أن نكون صانعي سلام هل نحن مدعوين نحن أن نكون صانعي سلام نحن نقدر نأثر حتى لو كنا قلال في مجتمع مخبوط مضطرب في أمور كتير لمن نكون رسل سلام ندعو إلى السلام ننادي بالسلام ونصلي لأجل السلام ونستعدين أيضا ندفع الثمن لكي نصنع السلام سؤالي إلك بالآخر هل أنت صانع سلام هذه رسالتي إلك الجواب أنك تكون كن صانع سلام كن صانع سلام عشان تضلك تكون والناس تعرف أنه فعلا أنت من أبناء الله طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون يا بنا بشكرك من كل القلب من أجل كلماتك ورسالتك إلنا في هذا المساء بشكرك من أجل يا رب هذا السلام اللي أنت بتبتعنا فيه وسط يا رب أجواء مضطربة وأفكار مشتتة وصراعات كتير بالدور في عقولنا وفي حياتنا وسط يا رب مجتمع مخلوط مليان بالطيارات المختلفة اللي بيخدنا شمال ويمين علمنا كيف نثبت علمنا كيف نصمد علمنا كيف نقدر نحمل رسالتك لمن كل اللي حوالينا في ظلمه إحنا كن حاملين نورك لمن كل اللي حوالينا مليانين كراهية إحنا نحمل محبتك لمن كل اللي حوالينا مضطربين إحنا نقدر ننادي بسلامك سعيدة نقدر نقرب ونوحد ونعلن إن السلام هو اللي بيملك في القلوب وما في سلام حقيقي إلا من أنت تملك في قلوبنا في قلوب الآخرين وفي قلوبنا أولا شدد شعبك بارك يا رب الشباب الكبار يا رب العائلات كل من يضرب بسوع يشتاس في صراعات أعطينا الحكمة كيف نتصرف أعطينا الحكمة إيش نعمل وكيف نتحرك بالطريقة الصحيحة اللي نكون فعلا عم نسعى نحو يا رب بناء السلام وسط مجتمع يا رب ممزق متألم مجروح يا رب يعاني وينزف مجتمع يا رب سوع مدمر لكن إحنا وصقين أنه سلامك قادر يرجع الراحة قادر يبني ما قد هدمه العدو لأنه يا رب العمل كبير لكن إحنا من قولك لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود هب بروحك فينا ملانا بحكمتك بنعمتك علمنا كيف نسلك كأبناء نور أن نكون صانعي سلام اختم على رسالتنا في هذه الليلة بيختم روحك اطلقنا من هذا المكان بملء البرك ولإسمك نعطي كل مجد إكرام بإسم ربنا يسوع المسيح نصلي واسمعنا عندما يدعو قائدين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين والآن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح الكدس تكون معنا وتدوم فينا أجمعين إلى أبد الآبدين آمين رب بارككم وسلام المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر